السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضع الرقم المناسب مكان النقطة ليكون العدد هذا العدد الذي ترونه قابلا للقسمة على خمسة واثنان وتسعة وثالثة إذن هذا العدد ليكون قابلا للقسمة على خمسة يعني سيكون مكان هذا النقطة إما الصفر أو خمسة إما الصفر أو خمسة وليكون قابلا للقسمة على اثنان لا بد أن يكون أن تكون النقطة إما صفر اثنان أربعة ستة أو تمانية يعني عدد زوجي وليكون هذا العدد قابلا للقسمة على تسعة يجب أن يكون مجموع أرقام يعني تمانية زائد ثلاثة زائد سبعة زائد العدد لثيمة النقطة من مضاعفة تسعة وليكون قابلا للقسمة على ثلاثة أيضا يجب أن يكون مجموع أرقامه من مضاعفات ثلاثة لكن هذا العدد لكي يكون قابلا للقسمة على خمسة هنا إما سيكون صفر أو خمسة لأن القابلية على الخمسة لا بد أن تكون الواحدات صفر أو خمسة ثم ليكون هذا العدد قابلا للقسمة على اثنان ولا بد أن يكون زوجيا يعني الصفر اثنان أربعة ستة وتمانية يعني تلغى خمسة إذن بقي عدد واحد هو بقي الرقم صفر نجربه إذا حقق الشرط جميع الشرط الأربعة فهو المطلوب إذن هذا العدد إذا أخذنا الصفر فالعدد المطلوب هو تمانية آلاف وثلاثمائة وسبعون هل هو قابل للقسمة على خمسة نعم لأنه ينتهي بالصفر هل هو قابل للقسمة على اثنان نعم لأنه ينتهي بأعدد زوجي وقلنا الأعدد الزوجي هي الصفر اثنان أربعة ستة تمانية هل يقبل القسمة على تسعة نعم لأن مجموع أرقامه تمانية زائد ثلاثة إحدى عشر زائد سبعة تمانية عشر زائد صفر تمانية عشر وتمانية عشر من مضاعفات تسعة هل يقبل القسمة على تلاتة تمانية زائد ثلاثة إحدى عشر قلنا زائد سبعة تمانية عشر إذن مجموع أرقامي تمانية عشر وتمانية عشر من مضاعفات تلاتة وتسعة فالعدد المطلوب إذن هو تمانية آلاف وتلاتمائة وسبعون